صباح الخير او مساء الخير يا برج الميزان. طيب خلينا ندخل في القراءة العطيفية على طول وان شاء الله هنزلكم القراءات باكملها. هندخل في القراءة العطيفية الاول برج الميزان انت الفترة دي مش متزبط خالص وتقتك حاليا تقت فقد او شاعر بحزن عميق كمان مش حزن مثلا اللي هو بقى لك فترة قليلة او حاجة لا ده بقى لك فترة كبيرة كنت تقريبا في علاقة ممكن تكون زواج او خطوبة او علاقة يعني من وجه نظرك كنت شايفها مثالية وكنت مستني هذه العلاقة بفرغ الصبر يعني او هذا الشخص كنت مستنيه ومبسوط بي اوي اوي اوي. فجأة تحول كل شيء الى العكس. يعني السعادة تحولت الى تعاسى وكل شيء بقى كنت متوقع واني ما حصل ما حصلش. العشر كبيات بقى الخمس صيوف. اه في حد فيكو انتو الاتنين بيلعب على التاني او 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 جرح في التاني اوي او اكتشفت خيانة او اكتشفت ان الشخص اللي معك ده شخص مش كويس خالص او كان مسلا اه بينافقك اه بيعمل حاجات من وراك. مسلا مخدى عليك ان في طرف تالت مسلا. ممكن اني برضو هنا فيه طرف تالت اهو. في حاجة انت اكتشفتها عن هذا الشخص خليتك او خلت هذه العلاقة تتحول زي ما يكون ساحة حرب كده. فانت تقريبا اخترت ان انت تنشي من العلاقة دي. وتنهي هذه العلاقة او ان الشخص ده اي انا انا حاسن هو قلب الترابيزة. يعني اعرف اللي هو بيقلب الترابيزة شخص ده. يعني اسلا هو غلط فيك او خب عليك حاجة. ولما جيت وجهته لبسك انت الحاجة دي او لبسك انت حاجة ما عملتهاش عشان يخرج هو منتصر. فاني شخص مش مش هذا شخص انا اعتقد انه شخص مقزي شوية. مقزي بالافعال والكلام كمان. طيب هو مشاعره ايه? ده مشاعره خطيرة يعني ده. خلينا نشوف هنا. هو الشخص ده على فكرة من نوع اللي بيخب مشاعره. اه بيخب مشاعره جدا جدا جدا. خلي بالك بقى. ده الشخص ده ازاك او لعب عليك او خب عليك اي حاجة. وحاليا هو قاعد في دور المنتصر. ودور اللي معملش حاجة خالص. وكمان اه ممكن يكون مش بيكلمك. مش بيتواصل معيك. او طع كل السكك عنك او بيعندك. او بيبيرلك ابن هو مسلا ارتبط. مسلا. او انت مش همه. لكن هو في الحقيقة تعبان جدا. ان هو مصدر لك الوش ده لكن هو واخد العشر سلوف. العشر. ومشتق لك جدا. جدا. وعايز اتكلمك. مش عايز اتكلمك. ده ده مناعينه انه يرجع التواصل بينك دين. اه لكن هو عندك برياء طاغي على اه هزي المشاعر. ومضطر ان هو يصدر لك السورة دي. اعتقد ان انت مشيت. اعتقد ان انت مشيت. لان انت كمان في طاقة هو شايفك ان انت مشيت او ساكت. شايفك ان انت شايف ان ان انت خلاص مش عايزه في حياته تاني. هو شايفك ان انت اممكن تكون انت عملت البلوك. انت نهيت كل حاجة يا برج النزال خلاص. هو شايفك ان انت نهيت كل حاجة. خلاص. انا مش عايز اسمع عنك تاني. انت شخص سيء. وشكرا على كده. فهو مضطر يصدر لك الصورة دي. صورة انا جامد مش هممني حاجة. مش هممني انت ولا العلاقة. ما لك قاعدة ولا همها حاجة. لكن هو في الحقيقة العشر سيوف الظهر. وما شايفك ان انت هادئ جدا ومش عايز تكلمه تاني. ولا عايز تسمع عنه اي حاجة ومكتفي بهذه النهاية. وشكرا على كده. انا يعني حتى مش عايز تتواصل معه. يعني مثلا حتى تقوله اي حاجة خالص. زي ما انت قلت كل حاجة. او حتى لو ما كنتش قلت. فانت مكتفي بالبعد ده. مش عايز منه اي حاجة. وشايفت كمان زعلان. شايفت زعلان قوي. او واخد عارف عندك خيبة امل في هذا الشخص. انت مصاب بخيبة امل. لان كمان تقطك الفايف اوف بانتكلز. مصاب بخيبة امل قوي قوي من هذي العلاقة. ما كنتش متوقع ان شاص يطلع كداب مثلا. او يطلع منافق. او يطلع مثلا فيه طرف ثالث. وهو كل ده كان بيجدب عليك. هو شايف العلاقة زي. او شايف ان العلاقة دي فيه طرف من كنتو اللتين اعتقد انت طبعا خد قرار بالانفصال بسرعة. بسرعة قوي. يعني حتى ما سمعتش منه تبرير. انت انت مثلا انت تقريبا اكتشفت عنه حقك. لان انت اغلقت العلاقة هم من غير تبرير. او مثلا بررلك بس انت قلت له لا. سواء كده او كده انا ماشي. فانت اطاع تفور ان هو شايف ان هو هو على فترة عايز يدافع عن نفسه على فترة. وشايف ان انت مش بتديره فرصة. خالص. كل ميجي تتكلم معاك تقول له برا. امشي ما تتكلمش معايا هنا تاني. او مثلا يبعث لك لسائل ما تردش. تشوف ما تردش او ما بتفتحش المسجد خالص. او عملت له بلوك من كل حتة. فهو عايز ياخد فرصته في انه يدافع عن نفسه. وشخص ده عصبي على فكرة ده برج ناري او هوائي. عصبي جدا. جدا. ومش بيستحمل حد يوجه له انتقاد. يعن لو وجهتل انتقاد والتوله اتوله مسلا انت عصري. يقول لك 소개 انا عصري؟ والله انا مش عصري. او زع. فمحبش حد يوجهل انتقاد او احس بظلم يعني. 우ى من وجهه نظره هو شايف انه تزرب. بصراحة يا امان يعني هو شايف انه تزرب. واو انت مسمعت له يش خالص. ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام على ايه? هو ناوي يحقق لك اللي انت كنت عايزه في انه يمشي. ناوي انه آآ يرحل الى ممكن يكون الشخصنا مع طرف تالت على فكرة. ممكن. بالفعل مع طرف ممكن يكون مع زوجة. هو هيمشي بالفعل من آآ من هذه العلاقة. في حد معاه على فكرة يا برج المزام. هذا الشخص معه طرف اخر. ممكن يكون زوجة او يعني حد تاني. ممكن يكون حد تاني. او هو كان محتار ما بينك وبين شخص اخر. او في طرف تالت وخلاص. فهو ممكن يروح للطرف التالت ده. هيروح له يعني. يقضي معه وقت. الفترة دي. الفترة دي كده هو هيروح له يكلم فيه بينهم كلام او حاجة. وهيكتفي جدا بانك كفالت العلاقة ويرحل الى شخص اخر او علاقة اخر. وعلى فترة. هو هيقصد يعني كده. عشان يبين لك انه فعلا مش همه انت خالص. خالص. طبعا اللي هو هيعمله آآ هيعمل بقى اللي انت كنت عايزه. بص اي برج الميزان آآ الشخص ده هيقطع معاك الفترة دي. بس احتمال يرجع لك تاني على فكرة. هو احتمال يرجع لك تاني. بس مش هيرجع دلوقتي. يعني خلينا نتكلم بواقع. هو مش هيرجع دلوقتي. هو نوياء انه هو يرحل دلوقتي. يرحل. اللي هيعمله بقى انه هو الاس اوف سوردس هياخد قرار بانه يقدم لك عرض جديد. الاس اوف بانتكالس. عرض جديد بس عرض حقيقي. انت ممكن تكون سبته انه هو مسلا بيراوغ معاك. صح كده. ممكن يكون بيراوغ معاك. في انه مسلا تعرفوا طبيعة العلاقة اللي ما بينكم. او انك او اني مسلا لو بنت يجي تقدم لك. طب لو ولد انها مسلا تحافظ على العلاقة بتغير عليها مسلا او اي حاجة من حاجة دي. فهو هياخد قرار في علاقتكو وهيجي يقول لك على القرار. انا واحد يتبين تلك. بس طبعا طلالي بس هو عنده عنده حد تاني هيقبضي معا وقت شوية بس مش علاقة مش علاقة عاطفية. يعني صديقة او صديق حاجة من الاتنين. انه هو تعبان هو تعبان جدا مش حصلها. هو مش تعبان من فراء وكده لا. تعبان هو متغاز. متغاز منك قوي قوي. متغاز منك ان انت قدرت تني العلاقة دي. او عايز بالفعل انك تبا. يعني ممكن تكون بتتعمل محد برج الجوزاء كمان. فهو هيرجع لك تاني ولكن بعرض حقيقي المرة دي. يعني انا بحبك وعايز اكمل وفعلا هلتزم بالعلاقة او هلتزم بالشيء اللي انت طلبت مني. بس هو عميد جدا. والفترة دي هي فترة اه مهمة جدا انه هو يقصر اللي عندي ده. انا عايز اشوف لك النصيحة كده برج المزان. هل البعد ده صح? هل البعد اللي انت عملته مع هذا الشخص ده صح امنا? او القطعة مسلا قطعة. ده صح جدا. جدا ده شوت. اه النصيحة بتقول لك. ما يشوف لك ديني اهو. بالزبط. النصيحة بتقول لك يا برج المزان تقدم في حياتك. واترك خلص هذا الشخص الفترة دي. تركه دلوقتي. سيبه بقى هو. هيعرف هو عايز ايه? وهيجي لك. هو اه على فكرة بيحبك. يعني انا مش هنكر ده. انه تبلاش نتبلع عنا راجل قامل دقيقين منه وبتاع وقفيني العلاقة ومش تاقيقين نسمع عنه حاجة. بس انت داخل عشان تعرف برضو. هو بالفعل ما كانش بيحبيني لأ هو بيحبك. بيحبك على فكرة. وشايفك شخص مثالي جدا. وشايفك شخص جميل وما تعودش. انا ما شايف ده. لانه كمان شايفك العلاقة التين في بانتكس. ممكن يكون زوج هز الشخص. اه لكنه هو الشخص ده عانيت متكبر جدا. ومقدرش يزهر الهزيمة. مقدرش يقول لك انا اتهزمت. انا ما اتهزمتش. فهو اه النصيحة بتقولك كمل بقى اللي انت عملت. ما تبوص اللي انت عملته ده. انت عملت حاجة صح. انت بتعلم هذا الشخص درس. انا عندي كرامة. انا واحد انا بين كزا. فتقدم بقى في حياتك. واترك هذا الشخص شوية. هو هيراجع نفسه افقاره. وهيرجع لك مرة تانية ان شاء الله. بس هيرجع لك احسن من الاول بكتير. بكتير. انت هتستغرب هذا الشخص. اه اللي هصله ده التغيير ده. هو في حياته حاليا انها يتقف كابسة. وعا معكم بقى ممكن يكون بدء اه مشروع. ممكن يكون بدء مشروع بالزبط. ده بيشتغل جامد قوي قوي قوي. ومحاول الشلوس ايه? يعني الله اكبر. زاكي جدا هذا الشخص. وبدء مشروع جديد او عنده فكرة لحاجة وهيبدأها. وشكله هينجح فيه. هينجح جدا 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 فيه. جدا كمان. ويعني هيبقى تقريبا هو يعني ممكن يكون ازا شخص من زجيته متعلقة بالاموال مثلا. يبقى كويس لم يبقى معها فلوس. بس هو دلوقتي متقضم جدا في حياته. انت كمان بقى استغلي الفترة دي وتقضم انت كمان في حياتك. طيب يا برج الميزان شكرا لهذه الكراءة.